هنتكلم معاه بشكل سريع ما بين الفن والقضايا الإنسانية دكتور عزة أبعوف أهلا بيك السلام خير سيد زوائل والشرف كبير جدا ليه ده أنا أكون موجود مع حدثك الله يخلى حدثك ده إحنا اللي سعيدنا جدا مسيح فن عايزة أتكلم معدك بسرعة كده في بعض القضايا الفن بلاقيك شوية يعني عندك حساسية لقضية أن يبقى فيه إسفاف باسم الفن وبتهاجم أحيانا بعض البزاقات والانحطاط أو بعض حتى ما يمكن أن يسميل بعض توافق في الأعمال الفنية هل بتهتم بهذه القضية؟ صراحة جدا يا فن ويمكن سبب من الأسباب اللي أنا مقلل قوي من نسبة الشغل بتاعتي لأنه في السنتين الثلاثة الأخرانية كان فيه حاجات اتعرضت علي أنا يعني لازم اختار كلمة ما عرفش أعملها مش مقدرش أعملها أو مش عايز أعملها ما عرفش أعملها مش معقول حطلع قلع القميس ومسك سكينة في بوقي واخد بيشلف وش يعني مش هينفع الناس مش هتصدقني حتى يعني فأغلبيت اللي كان بيتعرض عليها كان زي محارتك قلت كده بحاجة ده ما تقيل يعني اللي هي بتلاقي نموذج البلطاجي المنتشر يعني في ده يجي لك فعلا أعمال بعض الشكل تقول لا آآ آآ كتير كتير جدا ما تخيلش حارتك قد إيه طبعا مش أنا اللي حطلع اللي بيقطع وبيعمل لكن أنا المعلم بتاعه أنا اللي ضده أنا لكن الموضوع كله على بعضه فيه الحكاية بتاعت البلطاجي دي اللي بقى بطل قومي وده عيب آآ للأسف الشديد يعني وكمان حتى بتهتم بفكرة أنه العمل ما يكونش فيه أحيانا فيه بعض الجمل والتعبيرات السوقية كده وبعض البزاقات بتهتم بدافة أنا 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 يعني لما يعني لما بتبقى مثلا حركة على الفيسبوك وبعدين تبص تلاقي واحد استخدم لفظ خارج أو سوقي أو ده متقيل بلق على طول يعني من غير ما استنى قصده ولا إذا كان بيستخفه ولا لأ اقفل عليها على طول لأنه احنا أخي ما كناش كده صحا ما كناش كده أبدا خالص خالص يعني لا من قريب ولا من بعيد وتعلمنا كلمة عيب وكلمة دي ما تتقالش وإزاي تحترم اللي أكبر منك وإزاي تحترم الناس وإزاي 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 ومليون إزاي ده للأسف حرتك أنا شايف أنه ما بقاش موجود كتير دلوقتي آه للأسف التدن الأخلاقي زاد يعني بشكل كبير مزبوط طيب دكتور عيزة وأنا بتكلم معاك في القضايا المختلفة والمتنوعة يعني أنت هنا الانتقال من الطب للفن مش نقلة مختلفة قوي أنا ما كنتش عايزة أبقى دكتور ما كنتش غاوي يعني أنا أولاً بخاف من منظر الدم دنمرة واحد ثانياً يعني الجروح والفتحة والكلام ده يعني ده ما كنتش أنا من هواته أبداً ولا كنت في حياتي من هواته فلكن كان تلبية لرغبة والدي الله يرحمه لأنه هو كان بيحاول يخش كلية الطب لكن نظر الوظروف عيلته المادية ما دلوش يخش كلية الطب لأنها كانت مكلفة جداً على وقتها فدخل الجيش لأنه أقل وسنتين ويتخرج ويشتغل وكده فأنا ما كنتش عايزة أخش خالص أنا كنت عايزة أكمل في المزيكة زي ما أنا في معادة الكنسراتور وأتخصص وأسافر وأبقى حاجة اسمها بريما فيستا اللي هم الناس المهمين جداً جداً لكن والدي كان مصمم على أن أخش كلية الطب وطبعاً رضا الوالدين ده من أهم الحالة يعني أنت عملت ده إرضاءاً للوالدين طبعاً فقط لغير كلية الطب كلية يعني قاسية كمان في دراستها ومن ناحية العملية كمان وتشريح ومستشفيات طبعاً طبعاً ولقوا محتاجة المجهود فضيئة جداً وزاكرة كتير جداً وعينك تتمقأ وجسس طول الوقت يعني عمالي حياة أنا كنت أبعد ما كنت كل السنوات ده تضيع كده يعني هنا أنت بتقول أنا حابب المزيكة من البداية أن أنا هعمل ده إرضاءاً لهما أيها ولكن عملياً كنت وافق أنك أنت مش هتشتغل في الطب أنا كنت مصمم إن أنا مش هتشتغل في الطب مش بس واسب وكنت زي ما تقول حراك يعني بخته على أدعى لول غاية ما أنا أتخرج وأشتغل واشتغلت ست سنين فعلاً مارست فيهم من الطب بعد ست سنين دول تقولوا عملت لك كل اللي حررتك عايزه وأنا بقى عايز أعمل لأنا عايز أعمله تلوقتي فمشيت في الناحيات الفنية يعني آه طيب آه